بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة لاحتفالي بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة بالأمس القريب احتفل الشعب المصري بالذكرى العشرة لثورة الثالثين من يوليو واليوم نحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو الف وتسعمائة واثنين وخمسين كلاهما كان عنوانا للإصرار والإرادة الوطنية من أجل عزة ورفعة هذا الوطن ويؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة ترجمة نانسي قنقر